أهلاً وسهلاً بكل السادة المشاهدين اللي بتابعونا وبشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضايا المصرية من التلفزيون المصري على جديد النهاردة من برنامجنا الشعير أكلة أمي النهاردة البتنجان اللطيفي الجميل أبو قال ببيض يعني هو قيمته غزائي عالية جداً ومن استغناش عنه بنعمله مسقعة بنعمله مألي بيكون فواتح شاهية بنعمله مقبلات النهاردة هنعمله بوفتيك مع لحمة هندلعه النهاردة ونبدأ ان احنا نطوره ونحط معاه لحمة مفهومة ونعمله مع بقسمات وبيض حاجة لطيفة وجميلة ويبقى لطيف وكريز بكده هنشوف نعمله ازاي والفكرة دي جاية منين جاية من ان احنا بنجدد من المطبخ بتاعنا وبنتور منه وبنقدمه بأفكار جديدة معانا طبق مقارونا النهاردة بالبستوس البستوسوس ده مصطلح أو ده نوع من أنواع السوسات من المطبخ الطلياني بيتعامل مع الرحان مع اللوز أو عين الجمل النوع المكسرات اللي انت حباها ممكن تعمله بفول سوداني ولكن الاساسي فيه رحان اغدر ده لازم يكون موجود معاه مع زيت زيتون والتوم اختياري هنشوف نعمله مع بعض ازاي والمقارونا دي انا بعشقها وخاصاتها اللي قدمنا معاه شوات جبنا برمجان او جبنا مزارلة حسب الرغمة اما النهاردة معانا الكوب كيك بأفكار بسيطة وسهلة وازاي ننمي اطفالنا ونجدد الزاكرة عندهم والكوية ان احنا نضيف بعض انواع المكسرات في الكوب كيك اللي هما بيحبوه سواء بالشوكولاتة سواء بالفانيليا فهنعمله باللوز النهاردة المطحون الناعم ونشوف نعمله ازاي بأفكار بسيطة وسهلة لان احنا اولادنا واطفالنا لازم نهتم بيهم لان مستقبلنا فيهم فلازم ان احنا طبعا نهتم بالمأكولات بتاعتهم وبتغذيتهم وده حاجة مهمة جدا الماكرونة اللي ازباكتت معانا زي ما هي كده معها عود ريحان حلو باختها في مية بتغلي اه ناسي حط شوية زيت شوية ملح سلق الماكرونة ملح مية مغلية زيت اوه ده واتسيبها نعم هتفرج عليها بقى تديني دقائق ومش هتشوفها دقائق معدودة هتختفي ده ريحان حطوا مع المية اللي بتغلي على الشاتة بقى الماكرونة ريحيتها ريحان لان البطل في الاكلة دي طعم الريحان لان صلصة البستو الاساسي فيها ريحان اخدر ريحان اخدر في قلب الكبة توم طازة وده اختياري ويفضل اضافته طبعا في قلب الكبة حالو الكلام؟ انا بقى هضيف حاجة حلوة من عندي المغازة دايما عارفين ان هو بتاع التركاية ده زبدة واقولك ليه زبدة دلوقتي هيديك القوام ويخلىها لك في التلاجة تستخدمها زي المربة حالو الكلام؟ بحط شوية زيت زيتون ولا تحطش لملح ولا اي حاجة خالص خلي الملح ده والتوابل على حسب المدرسة اللي هتشتغل بيها اه ده زيت زيتون كسيف هل؟ تمام ونضرب ده في الكبة دي مدرسة البستوس نخلطهم مع بعض كده براحة ونعتذر من صوت الخلط بسم الله الرحمن الرحيم خلص الكلام ده البستوسوس نغرفه اللي تاني كده هنا اهو خلصت الماكارونة تغلي الماكارونة غالوة تانية بناخد منها شوية ونروح المطاعم ندفع في الطبق قد كده قد كده الفاتورة تيجي تقفل الواحد بتتحكوا اه والله العظيم انا هاكل ايه يا اخوان مكارونة سبكت ده انت عارفة حتى بيديك هنا حتى لوز وحتى زيت زيتون وعارفة عشان كده بنصحك برا نشرب عصير ده كل حاجة حلوة نقولك المتين حلوين اما الاكل في البيت يا اخواننا مهم جد والله العظيم دي كفك شهر معلقتين معكس الماكارونة وشوية كريمة لباني بلاش كريمة لباني اعمله زي المطاعم حط ويت سوس وقلبيها وعليها كده حتة ريحان اخدر من فوق واي حركات بنخلي جوزك يدفع الفاتورة بجد الماكارونة اخبار هي ايه حالوة انا بس عشان الشغال النار دي هادية شوية يا مساهل الحال ناخد زيت زيتون ايه وتحط زبدة بقى الزبدة مع السوس خلي بالك اه واعمل الماكارونة وانا واقف كده بتدلع بسم الله الرحمن الرحيم اه دي فاتوم فيها فيها ريحان فيها فيها لوز فيها اه اه نقلب الله عن ريحة الحلوة الله عن ريحة الحلوة لانا شاملها دلوقت الله 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 اسكت تخليش انا اقول انت اقولت ايه المشاهدين يزعلوا منك بعد التعب والشقة ده تقول لي شبه حاجلت الطعمية يعيب الشوم عليك حالو ننزل بالكريمة اللباني دي كريمة مش وقت سوس يعني انت عاملاها عن اقصولها ايه خلصت الماكارونة تبليها ملحة وفلفل اوه هتحط كمونة بوس ايدك اه ولا كوزبرة بس خلاص نقلب الخلطة دي وانا واقف جنب الاسكالوب بتحمر الحلوة عملته متستنش عليها لما تغنيها اخبروا الماكارونة ايه بسم الله الرحمن الرحيم يا حلاوة اه اه شفت الماكارونة بالله عليك يعملها لولادك وهم بيأكلوا كده قالولهم حبيبي فلزة كبدي جوزي يا حبيبي ده ولا للا انت كالته برا هيقولك طبعا ده ده ريحان اخدر في قلبيها ممكن نشيله ها الماكارونة هنا لطيفة و جميلة خلاص كده نعمل حركة حلوة شوية مية من سلق الماكارونة هيا دي هيا دي هيا اه ها ايه ايه اه هو ده خلاص خلص الماكارونة جعته ها ماكارونة بالبستوسوا شفت السوس اللهم وصلنا على النبي. عايز تحط طماطم شيري اهلا وسهلا. عندك شوية زيتون كده مفقعين مفهمش بزر اهلا وسهلا. لا لحمة مفرومة بريئة من الموضوع ده. اي حاجة عندك لحمة مفرومة. نغرف الطبق ده كده يلا بينا. طماطم شيري يعني الطماطم الصغيرة. يلا بينا اه. مكارونا جاهزة. الله مصنع النبي. ايه الحلاوة دي يعني ايه الجمال ده ده انا بدفع دولة يعني عشان نقدمهم كده خمس ست طباق. في ميتين وخمسين الطبقة الطبقة ده يعني سبعمائة وخمسين جنيه. اه. الف هنا وشفة. مطبخنا النهاردة تفاصيله بسيطة سهلة. مش مكلف نفس التكلفة اللي ات بتعملي بها ايه اكل. عملنا بتنجانس كلوب عملنا بوفتيك. عملنا الكوب كيك باللوز لاطفالنا الحلوين. عملنا طبق مكارونا بيتكلم مصري بالبستوس. الكلام ده انني عم تشيف من ناس بيرو. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة